اشتركوا في القناة في البداية أولا أشكر قيادة الحكيمة لجلات الملك المفدح ورعاه وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وكذلك المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد القائد الأعلى النعب الأول رئيس مجلس الوزراء من خلالها استطاعت مملكة البحرين من فضل الحزمة الاقتصادية التي كانت 4.3 مليار دينار بحريني للتصدي والتعامل مع كافة المستفيدات التي خلفتها جاعة الكورونا وعلى هامش هذا الموضوع كان عندنا اليوم اجتماع مع الحكومة بوجود أعضاء مجلس الشورى في الأجنة المالية وتم في البداية التكلم عن الحزمة المالية وأثرها الإيجابي لدعم المؤسسات والحفاظ على وضائق البحرينيين في الغطاء الخاص وأيضا تم التكلم عن المنشرات الإيجابية ابتداعا من شهر مايو على الواردات والصادرات والمبيعات نتيجة لهذه الحزمة وكذلك تم التكلم عن التحديات في انخفاض الإرادات العامة وزيادة العجز وزيادة الاحتياجات التوميينية والتحديات القادمة التي ستخطحها ونحولها إلى إنجازات وتم التأكد على المحافظة على العمالة الوطنية ودعم القطاعات الأكثر تضررة وتمت المطالبة بحزمة إضافية لثلاث أشهر قادمة وتم من خلال الاجتماع رفع مرئيات أصحاب السعادة النواب أصحاب السعادة عظام مجلس الشورى وتمت الترحيب من الحكومة في أن في حاجة أن يتم دعم القطاعات المتضررة ودعم كذلك البحرين في القطاع الخاص بحزمة إضافية حق الثلاثة أشهر القادمة نعم إذن سعادة سيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا